بعض الوصايا السريعة الرمضانية التي لن تطبقوها ولكن يجب أن أقولها كي أحاجدكم يوم القيامة إن شاء الله وتعلق في رقابكم فرصة أن الإنسان يتعلق في رخبة أي إنسان صالح وننزكيكم على الله فحسناتكم كثيرة وتطبيقاتكم لما تسمعون نقاط فما هي وصاياي قبل دخول الشهر الكريم بعض الوصايا في رمضان الوصايا الأولى الغير مطبقة أذكركم أنه اسم الشهر الصيام وبناء الصوم رمضان مش أكل رمضان لا صوم رمضان وهذه الوصايا الأولى الغير مطبقة حراث تمام المنظر الذي سوف تره من الغد وبعد الغد إلى يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله كأن مجاعة ضربت مدننا وأن حربا ضروسا قادمة علينا وأننا لا بد من تخزين هذه الأمر حتى لو قامت الحرب العالمية الثالثة ضمن كل مسلم أن عنده من الأرز وعنده من الخزين المعين الذي يطمئن به معدته الخاوية صار مؤمنا فبالتالي المنظر الذي تراه يجعلك تشعر بالأسى والحسرة عندما تقارن بين أسلافنا من الصحابة والسلف الصالح وبين الخلف الذي يحول هذا الشهر إلى شهر عجيب هذه الوصية الأولى غير المطبقة الوصية الثانية يوم الاثنين بالليل إن شاء الله الثلاثاء بالليل بإذن الله أذكركم بأن يزن كل واحد منكم نفسه وأنا عارف أن زوجتكم كلهم كلها كلهم يعني إلا من بسيط يعني عندها ميزان في البيت استعير منها الميزان فاللي بالك أنت بس مش ميزان الدقيقة بسبع جرام لا لا ينفجر لا ميزان بتاع الطن بتاع الحمولات على الطريق فيه ترلات بتحمل ايه بضائع يقولك سبعين طن أو ده الميزان اللي هو الايه الذي يستطيع أن يزن فضيلتك يعني عشان تقف أمامه أو عليه يعني فلا ينفجر مؤشره الله يرضى عليك أوزن نفسك خلاص فرضنا جدلا أنك سبعيني شرديني نحن في الراحة يعني تمام ليه تلعيد إن شاء الله لو كان وزنك سبعين يوم تسع وعشرين شعبان وتسعين ليه تلعيد يبقى تعالى ايه بدعيني بظهر الغيب خلي بالك أنت بإذن الله إذا وجدت تنفسا تتنفسه خلاص سبعين أول رمضان سبع وستين أخر رمضان تمانية وستين معقول يعني يعني بر الشيخ في نصف كيلو يا رياك دي صعوبة دي بريني في نصف كيلو بس أنا مش طالب أكتر من كده يعني شون نزل المزاد لنصف خمسمائة جرام صعبة يعني أكرمني في هذا أم أشعر أن أسلم عليك في العيد يعني أنا لا أستطيع أن أحضنك قبل رمضان عايز أحضنك بعد رمضان يا أخي سبحانه عايز يدي تصل إلى ظهرك سبحان الله فبي نقطة خرص وهذه وصية غير منفة يعني أقول لك الوصاية اكتبوها كده الوصاية غير الواجبة هي وصاية واجبة ولكن غير منفة طيب الأمر الثالث المهم تكتيك رمضان أذن المغرب خرص استأذن النائم من أربعة عشر ساعة إذنا لطيفا مهذبا وأنا عارف أنك أبو التهذيب وأبو الأدب ما ينفعش توقض الولد اللي عنده عشر سنوات الساعة اتنين بالليل فجأة وتروح مسيك له كتاب الكيمياء قل لي الفرق بين راذرفورد والفرق بين مش عارف مين الفرق في الرياضيات ما بين نيوتن وما بين سبحان الله الفرق في نظرية المال لكارلا ماركس ونظرات النقود عند كنز لو الولد استيقظ فجأة على هذا بالله هالك يعمل ايه هقولك انت مين صحة ولا لا أم تقول له أبوك المهمة فأنت الماعدة هذا الطفل الوديع النائم منذ أربعة عشر ساعة خلاص فإن أيقلته فأيقصه برفق يعني أيقصه برفق خذ شيء من التمر شيء حسوات من الماء تستيقظ الماعدة وتعلم أن على بعد دقائق سوف يحاق بها المكروه كله فتستيقظ روح صل المغرب لما تصل المغرب الماعدة تبدأ في العمل إذا هجمت عليها هجوبا كاسحا مرة واحدة يحصل مشكلة فإذا هجمت الهجوم الكاسح وتذهب لتصلي وراء الشيخ كما قلت لك مرارا الشيخ الحمد لله ما فيش حد الآن بيصلي بجزئين وثلاثة واربعة ده هو يعني ما شاء الله فضل يخف ويخف لغاية ما الله أعلم هل هي أخرى ما يتأثر بعد الفاتحة ولا والركعة تصلح يعني سبحان الله الشيخ قرأ ثلاثة أيام من ألعم من البقرة من ألعم سبحان الله فأنت البط يعني أعانها الله يعني ممتلئة الكرة انتفخت إلى أن لما ركعت ما فيش أكسجين لما سجدت في أول أكسجين الكربون لا إله إلا الله فتقول ياه الشيخ في أول رقعة قرأ بنا البقرة البقرة دي في بطنك أساسا البقرة دي أنت أكلتها فلما صلت ولو ما قرأش بقرة ولا غير وقرأ بقرة دي قرأ مئتين ستة وتمانين آية لهم تلت آيات الله يرضى عليك أرح المسألة أيقذ المعدة ثم صل المغرب ثم أجلس على الطعام الله يرضى عليك يقول الشيخ تقدر توزع علينا جهاز نعرف به تطبيق الحديث ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه أنا عندي جهاز إيه رأيك تحب تاخده من النسخة في حد عنده استعداد طيب كله عند استعداد ما شاء الله عليك ما دم هناخدها ما دم فيها أخذ قرار طب أعطيني أعطيني إنصاط طب أعطيني ألقى السمع وهو شهيد أعطيني قلب حي أعطيني تطبيق المهم خذ يا سيدي المقياس الوحيد أنك فعلا تضمن أنك أكلت ثلث الطعام أن تقوم من على الطعام وما تزال لك رغبة فيه عمر أنك مش فاهم لا مفهومة دي مفهومة دي رحان الله آه يعني تأكله أنت رسا نفسك إيه تمد يدك لا امسك عارف الله الولد لما يربطوا لي يدك المهم يعني أربط يدك بعيدا سبحان الله واخد بارك فإذا أنت تقوم من على الطعام وما تزال لك رغبة في الطعام بس في فرق بين تقوم وتقام تقام يعني أسنديا عائشة أسنديا خالد أسنديا أمو محمود أمو محمود خلبنا عندها النقرس وعندها الدسك بتاعها والفقرة القطنية والبطنية هي جاءة من مشوهة من بيتابوها أساسا من عشرين سنة وانت كملت التشويق سبحان الله هتجومك فين ما عندهاش مكدرة لك الترخيرة وقفت نصف ساعة في المطبخ يعني فقدت عليها المهم فالله يرضى عليك قوم بنفسك عارف اعتمد على نفسك لما الوقت يمشي جديد كده وبعدين يحطوه الأول فيما الشاية وكده أول ما يسنت أخبامه ما يشاء الله الأخوة أنا عايزك هذا الطفل تمشي لوحدك وتقوم لوحدك مش تبعث على دمائدة لوحدك لا أنت في غيرك في غيرك بيأكل سبحان الله فالله يرضى عنكم الولائم تضر بنا في رمضان أنا عارف أن العربي كريم والمسلم كريم لو أقللنا من ولائمنا في رمضان لكان خيرا لنا اسأل الزوجات وهم أهل وأهل الترام قل لها شوفي اليوم الأول عندي أبوي وأمي وأخواتي وأزواج أخواتي وجيرانهم سبحانه اليوم الثاني عندي زملائي في العمل بالله عليه والله إيه رأيك أن نغلق مسألة الولائم ونروح نتفرغ نصلي العشاء والتروح في المسجد بالله عليك اسألها السؤال هذا سنروح يا شيخ والله أنا أقول أن جدك الله أرحمك راغب صالح ورد فيك حتة الحمد لله أنك تحبت تريح تريح الزوجة الله يرضى عنكم الزوجات يشتكين إلى الله الزوجة مسكينة بعد ما نفطر ونأكل ونفطر ونأخذ الطعام والمعدة تمتلك نأخذ العيال ونروح على المسجد وهي مسكينة تزيل أثر العدوان لغاية الساعة وحدة بالليل هل هذا منطق دي بيوت مسلمين أنا في عجب وذهور أنه نكرر هذا من بداية السبعينات أنا عند الشخصية وعلماؤنا من قبلي وأنا متطفل على موائدهم سبحان الله فالله يرضى عنكم هذا في رمضان طيب قضيت السحور الله يرضى عليك إحنا فاهمينها غلط فاهمين السحور ده غلط تمام إحنا نفكرين أن المعدة دي مخزن خزن يا والد عشان إيه يعني يمر بك الأمر في سلام فالبالك ابته والله في النرويج إخواننا قالوا هنا يا شيخ بعد كم كيلو مدينة اسمها كورونا الشمس يعني تغيب وتطلح في نفس الوقت وتنفسي جيب المريدين بتوع يصوغوا هنا عشان يصوهم 24 ساعة ويشوفوا يسألوا الأسئلة الحقيقية المهم مش تعذيب والله تهذيب تهذيب وإصطح فالمؤمن سبحان الله الله يرضى عليه يدخل عليه رمضان لازم يتغير حاله لازم يكون عنده هم لازم يكون عنده شوف إذا أنفقت في رمضان ضعف وطلت أبعاف الذي أنفقته في شعبان فاعلم أنك ما صمت رمضان بس هو شهر الصيام شهر الصوم شهر الصبر سبحان الله فالصحور نحن فاهمين غلط الصحور عبارة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو حسوات من ماء بس بس لا ده جاعد وإيه ومسك الساعة ويسأل بنته يا محاسن يا الله محاسن انت خبت فيها محاسن يا راجل يا طيب الفجر أذن واللسه يا ابوه الديني يعطينا أنه هو شوف مع آخر ونبا تدخل آخر لقبة ويسأل بك هو يا شيخ أتوقف لما يقول الله أكبر ولا قبلها بشوية بصراحة يعني أنا جربتك يريد قبلها بثلث ساعة خلاص كان زمان يسمونه مدفع الإمساك يعني الإمساك يعني مش مرض يعني بعدها لا تمسك عن تمسك عن الطعام والشراب تنتسع قدي نفسك براح لخلاف المواقيد تنتسع يخطب بتوع الفلت ربما التوقيت ثلث ساعة لقراءة خمسين آية يعني توقف وابدأ يومك بقراءة خمسين آية حتى يؤذن الفجر طيب فيه ناس من العادات العجيبة يقول أنا لا أفطر في نهار رمضان إلا لما أسمع المؤذن يقول أشهدوا أن لا إله إلا الله ولا حي على الصلاة يا عم هو لما المؤذن قال الله أكبر دليل على أن الشمس غربت وإنت إفطار بأذان المؤذن أم بغرب الشمس هذا خلاص بدي إيه آه حلوة لك هذا أخذت منك أخذت مني معلومة طيبة اليوم أنا أول ما تغرب الشمس يباح لك إيه النقطة الثالثة رمضان فضاح يعني إيه فضاح واحد مدمن تدخين ربنا يتوب على كل مدخن ويبغضه في السجارة ويبغض السجارة إليه وفي الأرجيلة وما شابهها وفي الإيه اسم وإيه مدواخ رب اسم وإيه يا مدواخ أشوف أبنين عائلهم مدواخ تراق بسأل والد من عيالي بقول له أنتو كام في الصف يا ابن قال لخمسة وعشرين قلت له كام واحد بيستخدم المدواخ الاثنين وعشرين فالحمد لله رب العالم المم يعني المم معلن معلن فرمضان يفضح أولي يقول لا أنا لا أستطيع أفكر ولا أكتب ولا أرسم الرسم الهندسة ولا إلا إذا أخذت شجرة ودخلتها فرمضان يفضح هذا يقول له إذن أنت بطل اكتشفنا فيك عزيمة خوية أنك تستطيع أن تتوقف عن التدخيل من الفجر حتى المغرب إذن أكمل جميلك وعود نفسك أن إن شاء الله رب العالمين قلل كل يوم في رمضان كم التدخيل على ثلاثين يوم إن شاء الله تكون أخلعت عنه بإذن الله رب العالمين ثم أنت في ناس من إدمانها للتدخيل أنها تفطر على السجارة يعني يدخل بعد الطاعة ما يغضل به الله عز وجل وقلت لك أن التدخيل حرام عشان قولا واحد التدخيل حرام مش مكروه التدخيل حرام مكروه قلت لك من قبل تشرب كم مكروه يا صاحب المكروه هو اللي أشرب في اليوم عشرين مكروه طب العشرين مكروه لما نصححهم ما يطلحش واحد حرام مكروه 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 لأنه لو غلطت في أبويا غلطتين يمشين من البيت صح ولا لا مكروه مكروه حياتك داخل المكروه سبحان الله إذن رمضان أيضا فضاح أنك أغلقت المصحف أحد عشر شهرا واكتشفت أن فتح المصحف سهل والقراءة في ميسورة والجميلة وتشحن الصدر وتشحن القلب وتنير حياة العبد فتكتشف أنك مقصر وهجرت كتاب الله دون داعي أنا أريد أن أقول لك هذه وصايا سريعة بالتأكيد